أنا اللي دايما بحكي للأمهات اللي بشتغل معاهم إنه السعب إحنا بنص العاصفة بنص العاصفة لما ابني عم بيعمل إشي عم بيصير عنده نوبة غضب برمي حاله على الأرض إنه أنا بهذا الوقت أعرف كيف أتصرف فيه دائما مدرستين فيه موضوع التربية التربية بالفطرة أو بالتربية بحسب المناسب أو الطريق الأسهل وفيه التربية الواعية اللي إحنا عم نركز عليه وعم بتركزي عليها كمان من كل المنصات اللي بتتحدثي فيها ما إحنا هيك تربينا أهلين ربونا وما مالنا إشي لما بنيجي نربي بهذا العصر الصعب واللي فيه انفتاح على العديد من المعطيات بعمر كتير صغير شو أهم القواعد؟ هلأ بس أجاوب على موضوع العصر الصعب أنا برأيي إنه هذا العصر ممكن نتطلع عليه كأنه صعب أو ممكن نتطلع عليه إنه إحنا عنا هدايا كبيرة وهي المصادر اللي ما كانت موجودة على وقت أهلنا إحنا هلأ ما عنا عذر إنه ما نعلم حالنا ونثقف حالنا مش بس بموضوع التربية بكتير موضيع تانيين ففي كتير مصادر موثوقة وناس بتقدروا تتعاملوا معاهم عشان يساعدوا بموضوع التربية فيه دراسة جديدة بتقول إنه بأميركا ما بعرف على الوطن العربي بس إنه بأميركا فيه كتب بتنباع على البتس والكلاب كيف ندير بالنا على الكلاب أكتر من الكتب اللي بتنباع على موضوع التربية فالكونسبت شوي غريب بالفعل يعني قديش عم نستثمر بالحيورات مش عم نستثمر بمرات بالضبط لإنه منعتقد زي ما قلتي إنه كل إشي بيجي بالفطرة وأنا برأيي إنه طبعا فيه غريزة الأم إنه أنا أدافع عن طفلي والأب يعمل أشياء اللي بالغريزة هذا إشي طبيعي ولكن مرات بتصير لخبطة بين الغريزة والصح وإعادة الأنماط اللي صارت معنا وإحنا وصغار اللي يمكن هي طبعا مش خصوصي أهلنا عملوها ما غلطوا بس ما كان عندهم معلومات كافية لا يقدروا يتعاملوا ويتصرفوا بطريقة بتفيدنا وبننمو فيها عنا ثقة بالنفس أكتر وعارفين شو عم نعمل طيب ست سوها بدنا نبلش نحكيها على فكرة إنه الإنسان بده أو الأم بدها خلص يعني هم يقرروا نحنا بنجيب بيبي في مراحل ما قبل القرار فيه إشي أصلا أنا لازم أفكر فيه قبل ما أخذ أصلا حتى قرار بإني أجيب هذا البيبي كتير ناس ما عمرهم بفكروا بهذا الإشي وحتى لما يصير فترة الحمل وأنا بعرف من تجربتي الشخصية ومن الأمهات اللي بشتغل معاهم إنه إحنا لما نكون حوامل الأمهات لما يكونوا حوامل فيه كتير أبس ومصادر بتقولك إيش عم بيسير البيبي هلأ حجمه هالقدة وصار هالقدة وصار هالقدة تركيز كتير كبير على نمو الطفل الجسدي وبأول سنين من عمره كمان منركز على هذا الإشي كتير إنه هلأ المفروض يأكل هلأ المفروض يشرب هلأ كل هاي الأشياء ولكن كتير قليل فيه تركيز طب أنا إيش فلسفتي بالتربية إيش اللي بدي أعمله مع أولادي كيف بدي أكون واعية واللي بدي أعيد الإشياء اللي صارت معاي من قبل فأنا برأيي وهلأ كتير من الأمهات اللي بشتغل معاهم لسه مش أمهات في عندي كتير زباين حوامل وفي ناس حتى خطبين بس عشان يتناقشوا مع أزواجهم إنه إحنا كيف بنا نربي لأنه كتير مرات اللي بيصير إنه بيجي البيبي وأول سنة كل شي تماما بس لما يصير الطفل يقولنا لا ويصير عنده شخصية وهذا إشي طبيعي وصحي منصير خايفين إنه لا ليش كيف هيك عم بيحكي معي ما بسير بس إذا أنا مثق في حالي ومتعلمة إنه هذا جزء طبيعي من النمو بعرف أتعامل معاه بطريقة أحسن نعم إحنا مرات مونا اللي منشوفها إنه منكيف على فكرة الإنجاب ونجيب طفل ويعطي هذا الفرح لحياتنا ولكن عن جد إحنا ما بنعرف قديش بده تفرغ وقديش بده وعي وإنه نكون مسؤولين بانتقاس شوي أو تقليص شوي من مساحتنا الخاصة يعني هو نوع من الإنانية مرات بيحكو لك الإنجاب ولكن لما بده يكون عندك طفل أنت عن جد بدي يكون عندك إثار كتير كبير إنك تخصص له هذه المساحة فجأة لازم نعرف أسليب التربية فجأة منشوف ابن نواعي من أي عمر لازم نأسس وين مسؤولية الأم وين مسؤولية الأب لأنه مرات بعض الأباء بيحكو التربية فقط على الأم طبعا خصوصا بمجتمعنا العربي أكتر المسؤولية بتوقع على الأم أنا برأيي إذا الأم والأب التنين بثقفوا حالهم طبعا النتيجة بتكون ممتازة مع الأطفال ولكن إذا بس في شخص واحد بحياة الطفل بيعامله باحترام بربيه بطريقة واعية هذا كتير بيأثر بشكل إيجابي على الطفل ومش بس عليه إذا أنت بتفكري فيها أنه إذا أنا بربي ابني بطريقة بحترمه وبسمع رأيه وبعلمه الذكاء العاطفي من هو وصغير هذا الطفل رح يأثر على المجتمع اللي حواليه وطريقة تربيتي لإله ممكن تأثر وتعلم الناس اللي حواليه فهي التربية الواعية مش بس بتأثر على النطاق الصغير تبعي ببيتي أنا بتأثر على المجتمع كامل بس جوابا على سؤالك أنا برأيي بتبلش عن جد من أول يوم يعني في مثلا واحدة من النظريات المهمة أنه لما إحنا بنا نتعامل مع طفل رضيع بدي أغير الحفاظة أو بدي أطعميه أحكي له أنه أنا هلأ بدي أحملك ما يكون الصمت هذا التعامل ما يكون الصمت وما أتعامل مع الطفل كأنه مخدة أنه بأخده بحطه بحطه بالكار سيت من غير ما أشرح له هلأ هو أكيد ما رح يفهم اللي عم بحكيه بس رح يفهم نبرد صوتي رح يفهم نظرات وجي أنه أنا مرتاحة ولا معصبة من اليوم الأول وإذا إحنا بدنا أولادنا لما يكبروا يحترمونا إحنا بنا نحترمهم كمان من أولها مزبوط عشان نحكي ممكن نحكي قريب من اللي عم بيصير حاليا في حالة من الإحباط في البيوت يعني الأم عم بيكون عليها ضغط عادة أن المدارس كان متنفس للأبناء ومتنفس كمان للأم حاليا عم بيكون في ضغط للأم اللي عندها طفل طفلين ثلاثة كيف بدها تملي الوقت كيف بدها تسيطر على أعصابها الطفل دائما بحالة احتياج وبيعبر عن هذه الاحتياجات موضوع للسياح والضرب إحنا ضده في المطلق ولكن اللي أنا كمان بحبه من خلال كل اللي عم بتأدميه على مواقع التواصل إنك واقعية يعني ما في أم ما بتصيح ما في أم مرات ما بتفقد أعصابها بس دائما أنت تحكي فيه طريق صعب وفيه طريق سهل السهل إني أعصب السهل إني أضرب صح كيف ننروح للطريق الأصعب بوقت إحنا أصلا محبطين ومش قادرين نسيطر على إنفعالات أنا اللي دائما بحكي للأمهات اللي بشتغل معاهم إنه الصعب إحنا بنص العاصفة بنص العاصفة لما ابني عم بيعمل إشي عم بيصير عنده نوبة غضب برمي حاله على الأرض إنه أنا بهذا الوقت أعرف كيف أتصرف زي بأي إشي تاني إذا أنا بدي أركض ماراثون بدي أتعلم أي إشي ما بتدرب يوم الماراثون بتدرب قبل وهذا هو الشغل اللي أنا دائما بنصح الأمهات يشتغلوا عليه إنه أنت تعلمي طرق إنك تهدي حالك في طرق كتير بسيطة كيف ناخد نفس كيف نرجع حالنا لهاي اللحظة لأنه كتير مرات إحنا التعصيب بيطلع لي إنه أنا بيكون يا أم عم بفكر بالمستقبل إنه ابني لهيك عم بتصرف إيش رح يصير فيه بعد عشر سنين بعد عشرين سنة أو بفكر إنه إيش الناس رح تحكي عني عشاني مش عارفة أربي صحيح فواحدة من النصائح دائما إنه ارجعي لهاي الثانية بهذا الوقت ولما أنا أكون عارفة إنه ابني لما يعمل نوبة غضب ويرمي حاله على الأرض أكون محضرة حالي نفسيا إنه هذا إشي طبيعي كتير أمهات بيجوا لعندي إنه أنا ابني عمره سنتين ونص ما بيقبل يقعد بالمطعم طبعا أنا لو عارفة إنه الطفل عمره سنتين ونص مستحيل أصلا بيكون فيه إشي مش طبيعي إذا قبل يقعد بالمطعم ساعة ساعة ونص وهيك قاعد ساكن بيكون هاي فيه بهذا العمر بهذا العمر فإذا أنا عارفة هذا الإشي ومحضرة حالي نفسيا بيصير أي إشي بيصير قدامي بغير الحديث الداخلي تبعي بيبطل إنه يا الله إيش رح يصير وليش أنا أمش منيحة لا أنا بقدر أتحمل هذا الوضع والطفلي عم بينمو بطريقة طبيعية وهذا جزء طبيعي من التطور الدماغي تبعه نحنا مرات يعني لما يكون في عنا أطفال لا إرادية ونحنا مش حاسين في بعض الأمور اللي نحنا كنا جعبالنا نحقيقهم في يوم من الأيام أو جعبالنا إنه نعملهم من روح منسقطهم على أطفالنا بطريقة هي مش بالضرورة تكون قنانية يمكن تكون إحنا مش حاسين بنفس هذه الطريقة فيه إشي نحنا نقرصنا منه زمان بدنا أولادنا ما ينقرسوا منه ودايماً منعكس خبراتنا وفي حتى واحدة من الأشياء اللي أنا كتير حبيتها على إنستجرام مرة واحدة حكت أنه أنا بحط كلكيعي استعملت هاي الكلمة وعقدي النفسية على ابني بدون ما أحس طب أنا كيف بقدر أعرف أنه أنا هون قاعدة عم أبالغ أنا هون قاعدة عم بعكس تجربتي الخاطئة لربما على ابني الطريقة الأولى هي أنه أنا أتساءل بنفس الطريقة اللي حكتيها مجرد السؤال مجرد أنه أنا أتطلع حالي بالمرأة وأسأل حالي أنا ليش عم بعمل هيك هل عم بعمل هيك عشان بنتي ومستقبلها ومصلحتها ولا عم بعمل هيك لأنه أنا عم بحقق حلمي وأنا وصغيرة أو أنا عم يعني في مثلا الأطفال اللي كان أهلهم كتير كتير متشددين أو صارمين بروحوا على النقيد أنه يرخوا كمبليتلي بالنهاية بيصير السؤال طب أنا عم بعمل هيك لأنه صح هذا الإشي ولا لإني عم بتفادة اللي صار معاي أنا بالطفولة عشان هيك كلمة الوعي بالتربية كتير كتير مهمة عشان ما نظلنا نعيد إشياء بالغلط يعني إحنا منعرف أنه أهلنا مثلا واحدة من الإشياء الضرب كان إشي طبيعي أنه عشان هيك بتربي الطفل بس هلأ إحنا منعرف من الدراسات ومن العلم ومن كل الإشياء منعرفها عن الدماغ أنه لما نأذي طفل النتيجة يمكن بلحظتها يبطل يعمل اللي عم بيعمله النتيجة الهدف المؤقت ممكن يصير على المدى الطويل ممكن ومش ممكن أكيد والدراسات بتأكد برضو أنه النتيجة رح تكون كتير مضرة لهذا الطفل ولكل حدا حواليه يعني أنا بدي أسرق منك المثال اللي حكيتيه طبع أنه إذا أهلي كانوا متشددين ممكن أنا أروح للنقيد بدي لأ أسألك فكرة أنه أنا بشعر بما أنه أنا عندي هذا الطفل وعندي هذه المسؤولية إتيجاء الطفل بأنه أنا عندي سيطرة الكاملة والثامة عليه وعلى أفكاره وعلى مشاعره وعلى طلعاته وعلى جياته أدي هذا الحكي صح وأدي برضو أنا بقدر يعني أقص جنحاتي بأنه أنا أكون قاعدة عم بسيطر لأنه كل غلط ممكن يصير أنا رح أحمل حالي ذنب بأنه ما ربيته صح أو تركته مثلا يقطع الشارع مية بالمية إحنا عنا هذا الاعتقاد أنه أنا جبت هذا الطفل على العالم زي كأنه أنا بملكه بس الحقيقة هي أنه هو طفل عنده روح عنده شخصيته عنده بالمستقبل أحلامه هي شخصية أنا دوري كأم أنه أنا أوفر البيئة الصحية أني أوفر أمان جسدي وعاطفي بالبيت أني أوفر مجال ليتعلم المهارات الاجتماعية كل هاي الأشياء من غير ما أنا أحاول أركبه أو أقصصه وأضبطه بالظبط زي ما بدي يعني عادي أعطي خيارات بالظبط بالعكس أنا كتير مرات أمهات بيقولولي أنه ابني كل إشي بحكيه بيقول لا بقولها برافو هذا اللي إحنا بدنا إياه لأنه الغريب إنه إذا بسأل أم إيش بدك لمستقبل طفلك بقولك بدي يكون عنده ثقة بالنفس بدي يكون بقدر يحكي اللي بده إياه بدي 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 أوكي ممتاز هلأ شو عم تعملي هلأ كل ما يقول لا بتبهدلي كل ما يعبر عن رأيه واللي بيخالف رأيك بتبهدل يعني فإحنا بدنا برضو نفكر بالإشياء اللي عم نعملها هلأ هل هي يعني رح توصل للهدف النبيل اللي إحنا بدنا إياه لأولادنا نعم وعشان هيك هذا بالظبط اللي حكيت فيه بالفيديو اللي عم تحكي عنه إنه الطريق الأسهل إنه بالوقت الحالي أخليه يرد عليه يعمل اللي بديه بس موضوع السيطرة كذب أصلا ما بو زبط ما في سيطرة بس ممكن عشان الطفل الكتير صغير بقدر أسيطر بقدر أمسكه نعم المشاكل بتصير لما هذا الطفل ضليتني أحاول أتحكم فيه وأسيطر عليه وأسيطر عليه لما يصير مراهق بطل عندي أي نوع سيطرة عشان هيك أنا اللي بشتغل مع الأمهات للأطفال الصغار إنه نحاول نأثر عليهم نحاول نقنعهم مش نحكم يعني نتحكم فيهم ونسيطر عليهم طيب هنا هلأ إحنا منحكي أنه نعطيهم مساحتهم بس برضو عشان نكون حكي نواقع هم بحاجة لنوع من وجود القوانين داخل المنزل اللي بتحدد بالآخر أمور لمصلحتهم صح شو الأفضل طريقة أنت بتشوفيها لفرض هذه القوانين بدون ما نكون إحنا عم نقلص من ثقتهم بحالهم وثقتهم باتخاذ القرار يعني فيه ناس بحكولك لما يروح على غرفة ويفكر مرات صاحبة تكون مرات غلط نحطه بالنوتي كورنر أو هذه الزاوية اللي بنحددها لما يعمل إشي خطأ برضو مش كتير مستحبة بالنسبة للتربية الواعية ومن تجربتك شو بتفضلي سوري بس عشان راحت الفكرة هلأ من عقلي كنت دي أحد لما بدنا نعاقب لطريقة واعية العقاب برأيي مش بس برأيي أنا الشخصي برأيي علماء نفس وناس درسين هاي الأشياء العقاب مرة تانية بيجيب النتائج قصيرة المدى بس بيصير الطفل دايما عم بفكر بحاله إذا أنا عملت هيك شو رح تعمليلي إذا أنا ضربت أخوي إش حسر لي أنا فأنا اللي بركز عليه كتير هو العواقب وليس العقاب العواقب الطبيعية اللي ممكن تسير إذا أنا ضربت أخوي أخوي ما بدو يلعب معاي إذا أنا ضربت أخوي أمي رح تخدني على محل تاني ما أقعد حوالين العيلة مثلا فبيكون عواقب منطقية وطبيعية عم بتسير على موضوع القوانين اللي كنت عم تحكي فيه القوانين كتير ناس بفكروا أنه أنا إذا بحط قوانين لابني يمكن ما يكون في عنده شخصية أو أنا كتير بتحكم فيه بس الحقيقة هي أنه عدد محدد من القوانين بالبيت بالعكس بيعطي حرية للأطفال لأنه أنا كطفل أكون عارف إيش المتوقع مني إيش المسموح ومش مسموح ببطل دايما عم بحاول أجرب إنه ماما رح يزبط هلأ قول ما رح يزبط حتى قبل تعطيني تشوكولت قبل الغداء ولا لا خلس إذا قرارت دايما ما في تشوكولت قبل الغداء طفلي بيصير عنده مجال يستعمل عقله بإشياء تانين ما يضيع وقته يظل يطلب مني نفس الإشي كل مرة بس بنفس الوقت ما بدنا يكون في عندنا مليون قانون كل ما يكونوا أقل ووضحين كل ما الطفل بحس بأمان أكتر لأنه الروتين بالنسبة للطفل لأنه يتنبأ بإشياء حسير بعد شوي كتير كتير بريحه أكتر طب أنا هون دي أسرق منك على قصة القوانين وصلنا عم نحكي عن القوانين بناء على شو بحط القوانين الصح ما تكون هاي القوانين هي قوانين برضو بناء على تجربتي أو بناء على أفكاري أنا إيش القوانين العامة كيف بقدر أحط قوانين عامة وهل بقدر أتناقش فيهم مع الطفل يعني بهاي القوانين يعني حسب عمر الطفل هو صغير بدنا يعني القوانين بتكون بتبين بس من كلماتي إنه هذا بيصير نمسكه هذا ما بيصير نمسكه بس القوانين لكل عيلة تكون مختلفة ومعتمدة على المبادئ والقيم اللي موجودة بهاي العيلة بس أكيد فيه أشياء إحنا كل أياتنا بدنا إياها بدنا الطفل يحترم اللي أكبر منه بدنا الطفل ما يكسر أشياءه فيعني مثلا واحدة من القوانين ممكن تكون إنه إحنا ما منكب الأكل على الأرض لما إنت تكب الأكل على الأرض بتكون عم تحكيلي إنه إنت جاهز توقف أكل فهذا بيكون مش عقاب بتكون عواقب لأنه إنت كبيت الأكل على الأرض فنتيجته إنه أنا رح أقيم الأكل من قدامك مش نتيجته إنه إنت ممنوع تحضر آيباد وممنوع تروح نصاحبك عقاب ما إلوش دخل أبدا بالجريمة اللي عملها تكون دايما يعني متصلة الموضوع مرتبطة صحيح طيب إحنا بدنا نفتح المجال يعني بختام هذه الفقرة لكل اللي حابب يسأل مونة أي سؤال متعلق بمبدأ التربية الواعية التربية اللي بتنمي من قدرات أبنائنا مش عم نروح لطفس الشخصية أو التقليل من أهميتهم أيضا واختياراتهم وحريتهم الأرقام بأسفل الشاشة واليوم عم نحكي عن التربية الواعية التربية اللي بدنا نشتغل عليها اللي ما بتيجي بالفطرة ما منروح للطريق الأسهل زي ما حكينا في موضوع السيطرة في أهل هلا عم بتابعونا ودائما عندهم مونة شعور بيتنم إنه طبق أنا بصيح طب ما أنا بضرب خلص اللي صار صار أو الدرر اللي صار صعب هلا أصلحه إحنا لأ منأكد على مبدأ إنه أنت اليوم قادر لو تغير واحد بالمية من أساليبك صح وازبوط أو وأنا برأي إنه ما عمره بكون الوقت راح مهما كان عمر الطفل حتى لو صار مراهق حتى لو صار أكبر من هيك دائما في مجال لتصليح الغلط الفرق هو إذا أنا بصيح وبعدين بظلني موقفة إنه أنا معي حق إني صيحة والطريقة الثانية هي إنه أنا بصيح وبعتذر من طفلي ومن غير ما يكون فيه دائما بحكي إنه بتكون آسفة نقطة بآخر السطر مش بحكي أنا آسفة بس أنت خليتني أعمل هيك حلو الأهل يعتذروا آه ضروري الأهل يعتذروا كتير من الأهل بقولوا لي لا بس ما أنا بتبطل شخصيتي قوية قدام طفلي أنا اللي بحب أذكرهم فيه إنه إحنا النموذج طبع أطفالنا فإذا أنا بدي طفلي يكون عنده هذا الشعور إنه أنا لما أغلط لازم أعتذر ومش بس على كلمة الاعتذار مش على كلمة أنا آسف ولا بس إنه حسن اللي صار بناتنا الطريقة اللي يتعلموها مش إنه أنا أحكي له أحكي سوري لأخوك ولا أحكي سوري للمعلمتك أنا أفرجي إنه أنا بعتذر لإله أنا أعتذر من أبوه لما أغلط معاه وأحاول دائما أحل الموضوع فدائما في مجال للتحسين خرينا أخذ اتصال في عنا اتصالين عنا اتصال من فرح واتصال من سيد محمد ستفرح صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح المرد كيف كم؟ اتفضلي مونا عم تسمعك بدي أحكي لك أخي صيب أنا عندي طفلة عمرها ثلاث سنين تقريبا وولد عمره سنة البنت حاليا عن تعمل حركات كتير عدائية من غيرها بالأخوها أنا كأم بحاول أمسك أعصابي لأني بظل معها طول اليوم وهيك وعندي مثلا حماتي بتيجوا يتدخلوا أنه لأ لما يجي أبوها يضربها لما يجي أبوها يحبسها بغرفة أنت لا تتدخلي أنت لا تكوني أنه أنت ترخي معها والإصص هاي فأنا بصراحة بطلت أعرفه أنا الصح أنه أنا بمشك أعصابي معها وبحاول لما تيجيها العصبية وهاي أحاول أهديها وأحاول ألهيها بهيك إصص واللجد لما يجي أبوها يشد عليها أشد معه حلو السؤال وهذا السيناريو موجود موضوع الغير وتدخل كمان ويكون أكتر من مدرسة بالتربية شكرا إليك فرحة لا رح نسمع إجابة هنا محمد معنا سريعا آخر اتصالي سعد صباحك محمد الله يسعد صباحكم أهلا وسهلا الحمد لله أتفضل في عندي بنتي عمرها 14 شهر اليوم صارت الله يخلي لك تسلم يا أبي يقول لك زو وهي صوتها بعدين اه هاي صوتها مشكلتي إن زوجتي أجنبية أنا هون ساكم في عمان وزوجتي بتحكي أربع لغات وإحنا بنحكي اللغة المشتركة الإنجليزية نعم هلأ شو أفضل طريقة نتعامل مع البنت عساسي أن نعلمها الحديثة عشان تقدر تحكي مع وجود عدة لغات في نفس البيت نعم نفس البيت شو أفضل لغة نحكي مع البنت فيها تمام شكرا محمد شكرا تفضل لي بونا سريعا أول سؤال فرح السؤال لفرح أول إشي إحنا من نحاول نفهم قبل ما نحاول نتعلم نتعامل مع التصرف اللي مش عاجبنا مع أولادنا شو سبب هذا التصرف لأن التصرفات هي الإشي الخارجي اللي إحنا منشوفه ودائما بعبر عن مشاعر وإحتياجات الطفل حسسها من جوة وأنا مش مستغرب إنه البنت عم تعمل هيك أولا عشان عمرها وهذا إشي طبيعي وتانيا وأهم من هيك إنه عندها أخت صغيرة عمرها سنة هاي الأخت هلأ بلشت يمكن تتحرك بلشت تمشي صار عندها شخصية فمن الطبيعي جدا إنه بنتي الكبيرة تبلش تغار إنه عم بيروح أكتر انتباه على الطفل اللي أصغر فإذا منقدر إحنا إنه نتفادى المشكلة تصير بدل ما نحاول نحلها بعد ما تصير يعني أنا أعطي طفلتي وقت مش بس قالتنا فرح إنه هي كتير بتقضي وقت معاها بس مرات بيكون السؤال عم بتقضي وقت نوعي معاها ومش بتضرورة 12 ساعة باليوم بس يعني نص ساعة 45 دقيقة قاعدة مركزة بس معاها مش لما نيم البيبي أنه أنا بدي أرتاح كمان كأم بعرف كل أم بتحتاج أنها ترتاح بس نعبي الكوب العاطفي تبع الطفلة الكبيرة رح نصير نشوف شوي شوي إذا إحنا مستمرين بهذا الإشي إنه التصرفات نفسها رح تتحسن حتى النصيحة كمان للأب إذا الأب عم بيستخدم نوع من العصبية أو الحبس يجرب يوثق علاقته مع طفلته اللي عم بتغار يمكن كمان تختلف طريقة التعاطي صح وموضوع الحبس بالذات يعني إذا الأب ممكن يفكر يغير رأيه ويقرأ بالكتب أو يحكي مع الخصائين بهذا الموضوع إنه أنا الطفل لما يكون صار معانا وبتغطب ومعصب هذا الإشي إحنا شايفينه من بره بعبر عن إيش عم بيصير من جوع إحنا خلس وقتنا محمد إيش بقدر تنصحيك موضوع تعدد اللغة محمد الطفل بهذا العمر زي السفنجة فإحكوا كل هاي اللغات عادي بس اللي بنصحه إنه هو يضل على لغة واحدة والأم تحاول على لغة واحدة بس الطفل ممكن يتعلم أكتر من لغة يعني ممكن يكونوا أصدق الثلاثة عم بيحكوا بنفس اللغة أو ممكن يكون فيه لغتين بالضبط الثلاثة عم نفس اللغة إذن أظن إنجليزي هيك بسرح بهذا الإتجاه بس نفس الوقت الأطفال وهم وصغار بهذا العمر فعلياً بيكونوا قادرين أنهم يعرفوا لغات كثير أكتر منا على كبر بالتعلم شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لكم المعلومات